تيونوح شوية للأهلي بقى الفضل الأهلي جميع النادي الأهلي ويبتفرج النهاردة على الزمالك وبيتفرج رسميا بالدولة مستنية بقى موسم عبقري الموسم اللي جاي في صفقات عديدة في أسماء كبيرة الأسماء اللي تحرك فيها النادي الأهلي وبدأ يخلص خلاص شاري حسين ومصطفى ميسي وقع للأهلي مية في المية في صفقة نظيرها حسام حسن وصلاح محسن وربما أحمد ياسر ريان وأعارة محمد محمود حالفنا كنا بقولك دول انتقال نهائي لمين؟ لسيراميكا لبطرة لا تاني معلش الأربعة اللي هيروح لسيراميكا حسام حسن حسام حسن صلاح محسن صلاح محسن أحمد ياسر ريان أحمد ياسر ريان وأعارة محمد محمود وأعارة محمد محمود لمقابل شدي حسين ومصطفى ميسي ومصطفى ميسي فدول أول حاجة اتحرك فيها النادي الأهلي غير بدأ الكلام على الفلوس بقى تككيش شوية بس سفين رحيمي نشوف إبراهيم عادل نشوف أسامة جلال كل الأسماء دي مطروحة بقوة في مركاته النادي الأهلي مثلا عندي معلومة أنه الأهلي مش ناوي يدفع في لعيبة محلية فلوس كتير يعني يدفع في لعيبة جاية من القار الأفريقية زي سفين رحيمي يدفع فيهم كتير بس اللعيبة اللي في مصر هيعمل زي ما عمل مع سيراميكا ده ممكن صفقات تبادلية لكن إبراهيم عادل مش هيدفع يعني ده تصور توجه النادي الأهلي مش هيدفع في إبراهيم عادل وقسامة جلال عشان أكيد أسعاره ما تبقى عالية جدا هو فعلا برامدز طالب خمسة مليون دولار في إبراهيم عادل طالب اثنين ونصف مليون دولار في أسامة جلال صحيح محمد حمدي كان ناس متصورا أنه هو انتقال حر لا ده مدت تعاقده مع برامدز فأصبح لازم تطلبه برضو من برامدز وقال لم يكن يعني أنه يتم تحديد أصلا رقم بالنسبة لمحمد حمدي لكن أنا أتكلم على الاثنين تم تحديد رقم بالفعل اثنين ونصف مليون دولار وخمسة مليون دولار فدي الأسماء اللي هي ممكن نتكلم فيها في النادي الأهلي لسه يتكلمون في حارس مرمى محمد صبحي طبعا هو الأقرب أنه ينضم النادي الأهلي خصوص أنه فعلا شيكابالا كلمه بإعاز من أمير ملطنى منصور لكن الولد قفل الموضوع وده سبب الهجوم عليه الشديد أنه هو إزاي بتقول كده خلص هو مش عايز يلعب في نادي الزمان أنا لقى هو شاف أن فرصته في اللعب مش يتبقى كبيرة طب تقولي إزاي مع الشناوي ناحا تانية لكن الشناوي في فكرة أنه يلعب متاحة بقوة وفكرة أن الشناوي يعني ممكن المسلم الجاي يتحرك بشكل ما و بآخر في عرض آخر ممكن دوارد فهو شاف أن فرصته كبيرة جدا في اللعب في النادي الأهلي لكن يعني في بعض الأمور الأهم ملف من يدير هذا المشهد أيوة المدرب يا عدوس بالظبط هجيلك على المدرب نخلص الصفقات عشان المدرب ديليها فقط لوحدها تكس